انت شايف ان طريقة التعامل معاهم. انت قلتلي ان انت ما بتحاول ان انت تصحبهم وما تعقبش. بس انت شايف اكيد بيحصل مشاكل. احنا مثلا وقت اهلينا كان بيبقى فيه لهو مش هتخرج في الويك اند. هيتسحب منك الموبايل حتى لو انت في الجامعة. مش هتنزل تخرج. مش مفيش تلفزيون الحاجات دي كلها. وبصراحة كنا بنحترم نفسنا. وده بيبقى عقاب قاسي جدا. طيب. لما بيعملوا حاجة غلط. ايه الطريقة او الحال انت ممكن تعملها. هتتكلم مرة. طب لو ما تنفس في المرة دي الطريقة الصحة ان هم يتعاملوا بيها. هتتكلم تاني. طب في التالت هتعمل ايه. انت ما قدامكيش حال غيرا اللي احنا هنعمل الطرق اللي انت كنت تكلم فيها. احنا هسحب الموبايل. مش هتخرج في الوزول. بس هي عمليا هي ما بتجيبش النتيجة معاهم. فعلا ما بتجيبش النتيجة معاهم. يعني يمكن انا عشان انا بقول كليين صاحبهم. لما بكون صاحبهم بتعامل معهم بطريقة معينة. بنزل معاهم بخرج معاهم بقى. بهزر مع اصحابهم. لما بكون بقى عايزة عاقبهم. انا باخد جنب منهم. ده بيفرق. يعني هما بيحسوا ان هما اتعاقبوا بسبب زعلك. ان انت مصاحبهم قوي فهم زعلانين. ان صاحبهم ما بقاش جنبهم. لكن اي حاجة تاني هما اجانست الموضوع. انا حتى كنت بكلم واحد صاحبي. اولاده نفس سن اولاد. فسألته. طب انت بتعاقبهم زي. قال لي بص انا جربت كل حاجة. لقيت في الاخر ان انا مش عارف عاقبه. يعني ما فيش يعني حتى. طب القفش والزعيق والعصبية ما بتنفعش. ما بتنفعش. يعني في الاخر انت اللي بتتعبي هما. يعني ما بتجيبش معهم. يعني هما فعلا جيلوا وصف. يعني انت لو خط الموبايل مثلا. اصلا ايهني لسه صغير. انا لسه ما وصلتش للمرحلة دي. بس لو انت مثلا خط الموبايل. وقفلت البلاي ستيشن. وما فيش تلفزيون. ازاي ما بيتقصروهش. ما هو عيقعد يعمل ايه. ما هو ما بيقعدش يعمل حاجة. بس هينام. هو متدائي من جواه. بس مش هي رايحك بقى. اللي انت عايزه مش يعمله. هو بقى بياخد الموضوع عندي. يعني انت بتيجي علي هو انت عشان يعني. هو انت عشان انت اللي في ايدك السيطرة. وفي ايدك الحاجة بتعمل كده. طيب انا كمان مش هعمل اللي انت عايزه. تفتكر ان شوية. ولو مثلا حصل نفس الموقف حيفكر. انه لأ انا كان دول كانوا يومين غلسين علي قوي. مش عايز يتخذ مني تاني. البلاي ستيشن. ولا الموبايل. ولا ان انا نفضل محبوس. حتى لو ما اعترفش. ما اعترفش. بس هل من جواه. ممكن يفكر ان هو ما يعملش نفس التصرف. اللي تعاقب عليه. حتى لو ما بينلكش. علشان مش عايز يعيش يومين دول تاني. وارد. بس انت. انا النهاردة ابني ما قدرش اخب منه الموبايل. ابني جروب المدرسة. وجروب التمارين والحاجات الاونلاين والحاجات بتاعك كلها على الموبايل. فانا لو خدت الموبايل هو بعاقب نفسي. هيجي اقول له ما عانش لهومورك. اقول له ما انا معرفش. عارفة اللي هو. هيتتبع معي الاسلوب ده. يعني لا ما انا معرفش. ما انا ما شفتش. طب انت مش كان عندك سيشن اونلاين ما انا ما شفتهاش. هيتتبع معي نفس الاسلوب ده.